في افتتاح أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي الرئيس التركي رجل طيب أردغان حث المجتمعين على التغلب على المذهبية وهاجم تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام وأعلن أن دولاً إسلامية وافقت على تأسيس مركز مقره إسطنبول لتنظيم التعاون بين أجهزة الشرطة وأضاف بدلاً من انتظار القوات الأخرى كي تتدخل ضد العمليات الإرهابية وغيرها من الأزمات التي طالت العالم الإسلامي علينا أن نضع بأنفسنا الحل من خلال تحالف إسلامي حسب بعض الخبراء فإن الدول الإسلامية عليها أن تقيم إصلاحات وتستثمر في التكنولوجيا وأن تعطي أولوية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة يجب أن يكون هناك تحول وهذا يحدث فقط من خلال المزيد من الديمقراطية والرفاهية العالم العربي يجلس على مصادر طبيعية غنية لديه موارد نفط وغاز لا تصدق لكن من يديرها؟ من يكررها؟ من يصنع سياسات الطاقة؟ الغرب إن لم يكن لديكم إجماع فحلوا كل مشكلة في العالم الإسلامي سيكون وفق معايير الغرب هذه القمة غاب عنها الملك الأردني عبد الله بن حسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعلاقات تركيا مع القاهرة ما تزال مقطوعة منذ الإطاحة بالرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي ويقول مراسل يورو نيوز استمرت المناقشات في أجواء من النقد الذاتي جمع قائدي إيران والسعودية حول طاولة واحدة مع وجود وزير خارجية مصر في تركيا كل ذلك يشير إلى أن العالم الإسلامي يحاول الحفاظ على قنوات التحاور مفتوحة